انتشر في الأسبوع الماضي كلامٌ لرجلٍ من ظلال الدكاترى الذين هم في السودان يُدعى محمد علي الجزول في هذا المقال يطعن هذا الرجل في أحد أكابر هذه الأمة وأحد الصحابة الكرام الذين كان يُجِلُّهم ويعظِّمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكرٍ ثم عُمر ثم عُثمان فكيف يطعن إنسانٌ عاقل في إنسانٍ كتب الوحي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أشدَّ الخذلان وما أبعد هذا الإنسان عن الصراط المستقيم والطريق القويم ومن مناقبه رضي الله عنه أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خال المؤمنين وإن رغمت أنوف فإن أخته هي أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم فهي أم المؤمنين ومعاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاهم وقد صحح الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب وفي رواية وصهر منقطع إلا سببي ونسبي أو إلا سببي وصهري كما جاء في الرواية فهذه منقبة عظيمة لأمير المؤمنين معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه الإمام العدل الملك الرحمة الذي ولاه عمر رضي الله عنه ثم ولاه عثمان رضي الله عنه فحفظ الأقاليم ووسع الناس حلمه وعدله رحمه الله تعالى ورضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه ومن مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما قائلا أن يناموا وقت القيلولة عند أم حرام بنت ملحان وكانت زوجة لعبادة بن الصامد رضي الله عنهم أجمعين فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فقالت ما يضحكك يا رسول الله قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي قوم أو أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر في سبيل الله ملوكا على الأسرة وكان هذا الجيش الذي ركب البحر في عهد عثمان رضي الله عنه وكان والي ذلك الإقليم معاوية رضي الله عنه وهو الذي أغزاهم وهو الذي كان يكلم عمر ويكلم عثمان في ركوب البحر وفي غزو الرم ومن مناقبه رضي الله عنه وأرضاه التي تنكب لها هذا الدكتور الخبيث الذي يطلب الدنيا ويجري وراها وفي سبيلها يطعن حتى في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق معاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به ولذلك لما قيل لبعض السلف كيف لو رأيت عمر بن عبد العزيز في عدله قال له وكيف لو رأيت عهد معاوية قال في حلمه قال لا بل والله في عدله بل قال الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله تعالى قال والله لو أدركتم زمان معاوية لقلتم هذا هو المهدي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه وأيضا دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ولا شك أن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبول طيب مباركا فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب وقه العذاب وأدخله الجنة يخواننا إنسان يتعجب انت البدخلك شنية دكتور في إنسان دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوات أن يعلمه الكتاب هل أنت أعلم بالقرآن منه والله ما تفقه شيئا والحساب قال وقه العذاب يعني يوم القيامة دعا مقبول وفي لفظ أورده ابن كثير في البداية والنهاية وصححة قال وأدخله الجنة وإن مما يبين فضل معاوية وأهل بيته ما جاء في صحي مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن هندا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله يا رسول الله ما كان أهل خباء يعني البيت أهل بيت يعني أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك ووالله لقد أصبحت وما من أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده معنى شنو قال العلامة بن كثير رحمه الله قال ومعناها وأنتم أيضا كنت أحب ما كان أهل خباء أحب إلي من أن تذلوا في حال كفركم منكم ولكن لما أسلمت ما كان أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائكم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم ويوليهم على الأعمال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتمنهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله في المجلد الرابع قال وقد قال النبي قال وقد اتفق علماء المسلمين على أن ملك معاوية رضي الله عنه هو ملك ملك ورحمة وأنه خير ملوك الإسلام ثم قال رحمه الله تعالى قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون 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 الخلافة نبوة ورحمة ثم تكون خلافة ورحمة ثم تكون ملكا ورحمة ثم تكون ملكا وجبرا ثم تكون ملكا عضوضا وهذا الدكتور يحرف الكلمة عن مواضعه ويكذب ويقول معاوية رضي الله عنه أول من أول من كان ملكه عضا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون ملكا ورحمة وخلافة النبوة ثلاثون سنة تنتهي بستة أشهر بحكم الحسن بن علي ثم تبدأ خلافة معاوية رضي الله عنه ولذلك أخوانا ما أسفه الإنسان وهو ينتقد قدوات الأمة ولذلك قال أبو زرع الرازي وغيره من العلماء من رأيته ينتقص أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه زنديق لأن القرآن عندنا حق والسنة عندنا حق وإنما أدى إلينا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا فالجرح بهم أولى وهم زنادقة إنسان عشان يخطب ود أحزاب علمانية فاجرة فاشلة يطعم في الصحابة ويقول لهم أننا أصلا ما بنحب العسكر والحكم الجبر وهو إنسان كذاب دجال متلون كيف لا وهو يؤيد داعش ده نفس الدكتور أل كان بيطلع الخضة في أركويت في المنابر ويقول يجب قال إن من أوجب الواجبات وإن من أعظم الجهاد أن تصبح سفارات أمريكا قال هدفا واضحا قال لا نريد لا نريد قال لا نريد المتفرجين وإنما نريد الذين يقومون بالعمليات الدولة السامية في العراق والشام فإن من أفرد الفروض وأوجب الواجبات مصرطا لنواة الخلافة الراشدة أن تصبح جميع سفارات أمريكا أهداف نشروعها أن تصبح جميع مصالح أمريكا أهداف نشروعها ساهم في حماية دولة الخلافة ساهم في حماية نواة دولة الخلافة وعن نرضي للعمال وعن منصر دولة الإسلام وعن نستعد أن نكون جزءا من العمليات هل الدولة الخلافة الإسلامية داعش التي أنت أحد مؤيديها وهل أبو بكر البغدادي هل هو من الراشدين وهل أقام خلافة وهل أبو بكر البغدادي من من له الشورى وعند شورى فانظر إلى هذا التناقض ولكن أراد الله عز وجل أن يرفع من درجاتهم فكل هذا من الطعن في الصحابة من الحسنات التي تصل إليهم يوم القيامة ولنا إن شاء الله تعقيبٌ بعد صلاة الجمعة في هذا الموضوع وغيره بإذن الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقاً وأن يرزقنا اتباعاً وأن يرينا الباطل باطلاً وأن يرزقنا جتناباً ونسأل الله عز وجل أن يبرم للأمة أمر الرشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله اشتركوا في القناة